من جديد يعود ملف المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا إلى واجهة نقاشات مجلس الأمن الدولي ليفتح الأبواب على جميع الاحتمالات حيث وكالعدل يوجد قرار مجمع عليه لدى الدول الخمسة صاحبة العضوية الدائمة في المجلس ترى أمريكا وبريطانيا ضرورة تمديد المساعدات الإنسانية الأممية لمدة سنة كاملة وذلك عبر معبر باب الهوى الحدودي في إدلب وهو ما تعرضه روسيا التي تشن حربها الشعواء على المنطقة بكافة السبل المتاحة العسكرية والإنسانية وغيرها ووسط هذا الخلاف تقدمت سويسرا والبرازيل بمقترح تجديد المساعدات لتسعة أشهر حسب وسائل إعلام فرنسية الخلاف الذي قالت فيه سفيرة بريطانيا للأمم المتحدة أنه من الضرورية الوصول لحل لمساعدة أربعة ملايين ومائة ألف سوري بحاجة للوقوف إلى جانبهم وعلى الصعيد الداخلي نددت منظمة الدفاع المدني في الشمال المحرر تسييس روسيا للمساعدات الإنسانية مستغربة من إصرار أمريكا وبريطانيا وفرنسا على الرجوع لمجلس الأمن بالرغم من وجود مستند قانوني يسهل إدخال المساعدات دون قرار جماعي من المجلس ومع انتهاء فترة التمديد السابق للمساعدات تسعى روسيا لعلقلة تمديدها من جديد أو التمديد لمدة سنة كاملة حسب تصريحات غربية مستمرة بذلك بسعيها في حصار الشعب السوري في الشمال المحرر والتضييق عليه بشتى السبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر